عندما نتأمل صور الفنانات على انستجرام وبعضهن يعمل في الفن لمدة عقود لا تجدها تغيرت بل وتشب وتحلو حين يهرم غيرها وكل رداء ترتديه جميل لكن المطرب اللبنانية كارول اسمحة أشعلت مواقع التواصل بصورة على انستجرامها مع مدير أعمالها ماريو أسطافي باريس وظهرت بإطلالة طبيعية من دون مكياج وظهرت بعض التجاعيد على وجهها أسورة عرضتها لموجة تنمر وانتقاد قابلتها موجة تعاطف وتأهيد لما اعتبره البعض جرأة وثقة بالنفس من بين التعليقات هذا التعليق من رامي عياش رامي عياش مطرب لبناني يقول كل تجعيدة بتسوى ميت امرأة متصنعة ومصطنعة كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب كل تجعيدة فيها فيض من الأنوث كارول جعلت من التجعيدة صغيرة ألف معنا للطبيعة من حبيك أما بالنسبة لسينيوريتا تقول الصورة طبيعية وكارول صغيرة بالعمر مو كبيرة بس هذه الخطوط التعبيرية تتعلق بالنحف أكتر بالعمر عموما الصورة جنن وكارول كانت وستبقى خارج منافسات الفنانات جميعا صوت لا يتكرر وحضور وبهج خالد للأبد مشاهير تقول يا كارول ما بحب هالنوع من التعاطف هالصورة المفروض ما بتنزل من الأساس صحيح كلنا منكبر وبتصير عنا تجعيد بس أنتو الفنانين اللي عودتونا على كل يوم تنزلوا صور أشيك من اللي قبلها فيلر بوتوكس ما هو تجميل ما تلوموا الناس أما بالنسبة لعفاف فتقول لها عفاف ده على أساس ده كان شكلها الطبيعي قبل التجميل كارول بالأخص من النازل اللي غيرت شكلة 180 درجة بالتجميل دي تجعيد العمليات للأسف أي وحدة طبيعية في سنها بتبقى عادية جدا وشه طبيعي جميل هذه تغريدة أتوقف عندها من عديلة تقول صرنا بزمن إذا المرأة كانت على طبيعتها وما خب التجعيد تعتبر كأنها عم تعمل شي عيد كارول أنت جميلة قلبا وقلبا عطينا فن حلو وعيشي حياتك مثل ما ترتاحي كارول ردت على الجدل بتغريدة قالت فيها بتشكر كل الأصحاب كل الأصحاب والأصدقاء من الإعلاميين على تعليقاتكم ومحبتكم الموضوع أخذ أكتر من حجمه وبصراحة مش حرزين أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني أي شخص مننا بده يتواجد على السوشيال ميديا لازم يتوقع أي شي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر